بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم نعم يجوزُّ للمحرم لبس الخرابة التي ساقها دون الكعبين لأنها في حكم النعلي ما دام الكعبان بارزان فيها في حكم النعب يعني ولو كان تغطي الأصابع تغطي مقدم الرجل لكن الكعبان مكشوفان فيها في حكم النعب قال ويجوزُّ للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين نعم لكونها من جنس النعلي نعم في حكم النعلي أما التي ساقها يغطي الكعبين فتغطي الخف أو جوره فأمو الحرم لا يلبس الخفين ولا يلبس جوربين والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في المدينة وقال ما اللي يجد نعلي فلبس الخفين ولا يقطعهما على السلام الكعبين حتى تتوزكا وفي خطبته في عرفة قال من لم يجد عليهم فلبس الخفين ولم يقولوا أن يقطعهما فذهب بعض العلماء إلى أنه يحب المطق عن مقيد وقال آخرون بل هذا نسخ ويكون من لم يجد عليهم فلبس الخفين ويكون مستثناء كما أن من لم يجد إزارا فإنه فلبس السراويل من دون فثق فكذلك إذا لم يجد عليهم والسخفين من دون قطعهما ولأن القطع في إفساد الماليتهما نعم قال رحمه الله ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه نعم عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه للحاجة للحاجة التي تدعو إلى ربط الإزار وعقده حتى يشده حتى لا تظهر العورة أما الإزار فلا حاجة إلى ربطه ولا عقده ولا حاجة إلى وضع مشابك ولا يحتاج شيء من هذا يضع الرداء على الكابين ويستر بأطرافه صدره ولا حاجة إلى أن يعقده أو بخيط أو بأزارين أو بمشابك أو بغيرها لا حاجة إلى هذا إنما هذا الحاجة داعية للإزار الذي يشده على عسل لأن في ذلك ستر العورة نعم قال رحمه الله ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المكتضي للمنع نعم ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه نعم المحرم له أن يغتسل يخلع الإزار والرداء ويغتسل ثم يعيده مرض أخر وله أن يحك رأسه برفق نعم ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة نعم حتى لا يسقط شيء من الشعر وإذا سقط شعر ميت فلا يضره نعم فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه نعم لأنه شعر ميت فلا يضر نعم ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها نعم هذا يسمى محضورة الإحرام محضورة الإحرام على الأهل محضورة عن الممنوعات محضورة الإحرام بالنسبة للرجل كما سبق بالأمس تسعة الأشياء لبس مخيط وتغطية الرأس وأخذ شيء من الشعر وأخذ شيء من الأضافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة تسعة أشياء وأما المرأة فإنه أيضا يحرم عليها شيئان تغطية الوجه بالمخيط وتغطية الذين بالمخيط تغطية الوجه بالمخيط وهو البرقع والنقار البرقع والمخيط على قدر الوجه وإذا فتع له فتعتان صار نقار وكذلك قفازين وهو الشراب باليدي لكن لها أن تغطي يديها بثوبها وكذلك لها أن تغطي وجهها بغير المخيط المرأة إذا جمر به الرجال الجانب تسدي الخمارها على وجهها وليست ممنوعة من ستر وجهها إنما ممنوعة من ستر وجهها بالمخيط وهو مخيط على قدر الوجه يسمى البرقع وإذا فتعتان صار نقار لكن لو نزلت الخمار كذا على وجهها فلا بأس لأنه يسمى المخيط نعم قال رحمه الله ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالكفازين نعم الكفازين شروا باليدي لكن لو تسرثما بالثوب ثوبها فلا بأس كما أنها تسر وجهها بخبارها فلا بأس نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري نعم والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين نعم شراب شراب اليدين من قطن أو الصوف أو غيرها نعم ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك نعم المرأة ليست كالرجل الرجل ما يلبس المخيط ولا يلبس الخفين في الرجلين والجواربين المرأة تلبس المخيط ما شعت من الثياب تلبس من الثياب ولا تمنع شيئا من ذلك إلا ما فيه تشبهم بالرجال أو لفت ما فيه جمال يلف تنظر الرجال إليها ولا يزمها أن تحرم بالأسود كما تعتقد به العامة أسود وغير أسود لكن لا يكون فيه تشبه بالرجال ولا فيه دعوة للرجال ولفت نظر للرجال لجماله وكلها تلبس الخفين في رجليها والجواربين أما الرجل لا يلبس الخفين رجلاهم مكشفتان بالنعلين أو ما في حكمهما والمرأة لا تستر الرجلين لكن لا تستر اليدين بالمخيط ولا تستر الوجه بالمخيط نعم وإنها تستر الوجه بالخمار وتستر اليدين بالثياء بثوبها نعم قال ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك نعم وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها نعم سدل خمار هكذا يستلل عنزر على وجهها ويغطي وجهها وصدرها نعم الخمار ما تخمر به وجهها الغطاء نعم قال وكذلك سمت الشيلة نعم قال وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة نعم إذا احتاجت إلى ذلك متى تحتاج إلى ذلك إذا مر بها الرجال الأجانب أما إذا كانت بين النساء فلا تحتاج ولا احتاج عصابة بعض الفقائي تجعل أصابة تجعل أصابة حتى ترفع الخمار فلا يمس بشرة الوجه اجتهاد من بعض العلماء وتجعل أصابة كذا ثم تنزل الخمار وكل الخمار بعيد عن لبس عن لمس بشرة الوجه هذا قال في مفقى اجتهاد منهم وليس عليه دليل نعم قال قال علامة مقيم رحمه الله أن وجه المرأة ليس كالمحرم فقل أن وجه المرأة كرأس المحرم كما أن المحرم لا يغطي رأسه في المرأة لا تغطي وجههه قال لا وجه المرأة كبدن محرم بدن محرم له نغطيه فيما شاء نعم وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها نعم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حادونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه اخرجه أبو داوود وابن ماجه نعم خليون كان فيه مقال لكن له شواهد نعم قليل تعليق تعليق الحديث هنا مشير قال رواه أبو داوود في كتاب المناسك باب المحرمة تغطي وجهها وابن ماجه في كتاب المناسك باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها والإمام أحمد في المسند وابن خزيمة وقد أشار ابن خزيمة إلى ضعفه نعم وقال الحافظ وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف نعم انظر الدراية هو موسوعة الحافظ نعم وهو ضعيف وهو ضعفه الألباني نعم كما في ضعيف سنن أبي داوود وقال شعيب إسناده ضعيف نعم هذه في ضعف لكن قال له شواهد نعم واخرجت دار قطني من حديث أم سلمة رضي الله عنها مثله واخرجت دار قطني من حديث أم سلمة مثله نعم كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره نعم كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيرها لا بالقفاز نعم ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب نعم لأن يديها ووجهها عورة والمرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب إلا وجهها في الصلاة إذا كانت تصلي بين النساء أو في بيتها ليس عندها أجانب تكشو وجهها ويتصلي في إن صلت بمكان فيه الرجال فإن تستر وجهها نعم المرأة كلها عورة نعم إذا كانت في الحج وعندها الرجال الأجانب يجب عليها أن تستر وجهها وتستر أديها لكن تستر وجهها بغير المخيط بغير البرق والنقاط وتستر أديها بغير القفازي نعم قال لأنها عورة لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة والوجه في ذلك أشد وأعظم نعم قال الله وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن نعم فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب الرساء والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل قد يكون حجاب جدار قد يكون باب وقال يكون غطاء على الوجه قد يكون ستارة بين الرجل أو بين الرجال والنساء نعم وأما معتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا أما معتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم نعم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه نعم ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه ويجوز له إبدالها بغيرها نعم يجوز للرجل المحرم أن يغسل ثيابه إلى توسخات أو يبدلها بغيرها فلا حرد نغير إبدال إزار بإزار رداء برداء أو يغسلها إذا توسخت فلا بأس نعم ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس لأنه نعاني من الطيب لا يجوز له لبس ثيابة التي مسه زعفران أو ورس نعاني من الطيب والمحرم ممنوع من الطيب لأنه من محضورات الإحرام والمحرم لا يطيب الثوم وإنما يطيب بدناه قبل الإحرام قبل الإحرام يطيب رأسه النبي صلصة طيبة بذريرة من مسك قبل الإحرام طيبة عائشة من مسك وأحرم وكان يرى وبيص المسك يعني لمعان المسك في مفارق رأسي والإحيتاء وهم أحرم استدامها قبل الإحرام أما الثياب فلا تطيب وإذا كان فيها طيب تغسل تغسل حتى يزور الطيب وليس له أن يحدث في ثوب مسه زعفران أو ورس إلا إذا غسل هما وزال وزال الطيب لأن الزعفران ورس لو عاني من الطيب كما أن المحلم لا يشرب القهوة التي فيها زعفران لأنه طيب فقهوة التي فيها هيل لا بأس وما فيها زعفران لا يشرب لأن الزعفران نوع من الطيب وهم نوع من الطيب سواء في أكله أو شربه أو لباسه لا يأكل ولا يشرب ما فيه طيب ولا يغسل ثوبه بما فيه طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى في حديث بن عمر يلبس ثوبا ما استوزع فرم وورص السؤال أن ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السرولات ولا البرنس ولا شيء مستوزع فرم وورص ولا يلبس الخفري فالنبي صنصر إلى عما يلبس فأجاب بما لا يلبس لماذا؟ الرجل قال يرسل ما يلبس المحرم ما هو الذي يلبسه فقال لا يلبس كذا قال الأشياء ستة الشاكل لا يلبس المخيط ولا العمامة ولا البرائس ولا السراولات ولا الخفاف ولا شيء مستوزع فرم وورص هذه الأشياء للبسه والباقي يلبسه لأن الذي لا يلبس محصول والذي يلبس خير محصول هذا هو الحكمة السائل سأل عما لا يلبس فقال عما يلبس فأجابه بما لا يلبس وكانه قال له ستة أشياء لا تلبسها والباقي تلبسها لا تلبس المخيط المخيط سواء كان الثوب مخيط على قدر البدن أو مخيط على قدر بعض البدن مثل الفنيلة على بعض البدن أو السروال السراويل نص على طاقية لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم العمامة على رأس ولا البرامس برامس التياب مغربية متصلة بأرعوسها ولا الخفاف والخطين ولا شيء مستوزع فأنا هو ورص هذه لا يلبس والباقي يلبس نعم قال ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال نعم يجب على المحرم أن يترك لرفث والفسوق والجدال الرفث يشمل الجماع ويشمل كلام الكلام الفاحش الفحش في القول فلأتكلم بالفحش ولا وليس أن أتصل ممنوع من زوجته من اتصال الجنسي والفسوق المعاصي كلها والجدال الجدال بالباطل أما الجدال لإظهار الحق ورد الباطل فهذا مطلوب مأمور به قال فلا وجادهم بالتي هي أحسن قال الله تعالى الحج واشن المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث الجماع وكل قول فاحش والفسوق المعاصي كلها والجدال بالباطل نعم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وهذا فضل عظيم فضل عظيم أن الحاج يرجع من ذنوب كوم يولد أمه بشرط أن يترك الرفث والفسوق الفسوق يجي من المعاصي والرفث تصد النساء يكون عمله خالصا لله ويكون مؤمن يكن عمله خالصا لله مؤمن ترك الرفث والفسوق وأدى الحج كما أمر الله في الرسول رجع من ذنوبه كيوم يولدته أمه نعم نعم والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل نعم والفسوق المعاصي والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه نعم فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به لقول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نعم ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك نعم يحرم على المحرم الذكر أنه يغطي رأسه بملاصق يعني شيء ملاصق كالغترة والطاقية وما أشفه ذلك والعمامة أما إذا غطر أسه بغير ملاصق كالشمسية فلا بأس الشمسية والخيمة ويستظل تحت الشجرة تحت سقف البيت هذا لا بأس به المحرم يستظل تحت سقف البيت أو يستظل تحت شجرة أو يستظل بسقف السيارة أو يستظل بالشمسية التي يحملها فلا بأس ومذهب الحنابلة أنه لا يستظل بشيء يتحرك بحركته الحاملان قالوا لهو أن يستظل بالبيت لما يتحرك أو بالشجرة لذا يتحرك لكن قالوا ليس لو أن يستحرك بالشمسية ولا السيارة لا ينبغي أن يكون سقف السيارة مكشوف للمحرمين لأن يتحرك بحركته وكذلك الشمسية والصواب أنه لا بأس به إنه ممنوع أن يكون مناصم وليترد هم دون بعض الطوائف الذين يحجون يحجون في في سيارة مكشوفة لماذا؟ لأنه يرون أنه ممنوع من استظل بشيء يتحرك وليس شيء ثابت مثل الشجرة والخيمة والبيت لا بأس لك شيء يتحرك من شمسية أو سيارة ممنوع وهذا هو مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة هكذا ممنوع أن يستظل بشيء يتحرك بحركة لكن الصواب أنه لا بأس به كما قرر الشيخ رحمه الله نعم قال وَفَاكَدَا وَجْهُهُ نعم لا يغطي وجهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوجه الذي سقط عن دابته ووقفه معرفه لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة الملبياء فلا يغطى على الوجه كما لا يغطى الرأس وهذا جاء في سرعة مسلم وبعض العلماء قال لبأس بتغطية الوجه من ذلك النووي رحمه الله النووي شرعة مسلم وإنها اللقظة موجودة في المسلم لكن قال يرى أنه لا بأس بتغطية الوجه لأن الموافقة للمذهب المذهب الشام والصواب يعني كما دل الحديث الحديث له النهي عن تغطية رأسه والوجه قال تخمر الرأسه ولا وجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة الملبياء نعم قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياء اتفق عليه نعم وهذا لفظ مسلم وأما استغلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستغلال بالخيمة والشجرة الخيمة والشجرة ما في خلاف الشيخ قاسة عليه الخيمة والشجرة ثابتتان لا بأس لكن قاس عليه الشيخ استغلال بالشجرة بالخيمة بالشمسية وسقف السيارة متحر ومنع من ذلك بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم بعض الطوائف كالشيعة وغيرها لا يرون الاستثناء في سقف السيارة ولذلك تجدوا محجون في سيارات مكشوفة نعم لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة نعم وهذا الدليل على الجواز كان بلال أظناء وصاحبه يضلل النبي صلى الله عليه وسلم بثوب في الضحاء ومعلوم أن الثوب يتحرك في الحركتين فمثل سقف السيارة ومثل الخيمة مثل الشمسية بلال وصاحب يضلل لأنه بثوب فدل على هنا بأس لأن الثوب يتحرك مثل الشمسية ومثل السيارة نعم ليس ثابتا لما رويا لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمره فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفه نعم لكن القبة ثابتة لا يوجد إشكال القبة ثابتة من الخيمة والقبة ثابتة لا يوجد إشكال ولا يوجد متفق على الجواز لكن لكن الشمسية والسيارة هي التي تجدها الخلاف نعم والصابة أنه لبس بها لأن النبي صلى الله عليه ضحى يوم النحر بثوب والثوم تحرك نعم ويباقي المهم أن يكون يضلل بالرأس لا يكون ملاصق للرأس يكون بينه وبينه مسافة وغير ملاصق أما الملاصق فمنوع ولكن لو يحتاج إلى أن يحمل على رأسه طعاماً وهو لا يقصد لا يقصد تضيير الرأس فنباس وإن قصد تضيير الرأس فهو ممنوع قصد يحمل متاع فيحمله على رأسه وهو محرم لباس وإن قصد قال أحمل متاع وضلل الرأسه على الشمس هذا ممنوع انقصد تضيير الشم ممنوع وإن قصد حمل متاع بدون تضيير فهو ممنوع إنما الأعمال بالنيات نعم ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء هذه محضورة الإحرام الأول ليحرم على المحرم ذكرنا أنه أنثى قتل الصيد قتل الصيد ما من المحضوره والمعاونة حتى يعيد أحد على قتل الصيد أو تنفيره من مكانه حتى ما تنفره من مكانه سواء في الحرم أو خارج الحرم إذا كان محرم حمام الحرم لا تنفرها تجس مكانها وليس له أن يقتل الصيد وإذا قتل صيدا فعليه جزاعه اللي ورد في النصوص فإذا قتل حماما فعليه شات لأنها تشوها في عب الماء وإذا قتل النعامة فعليه بدلة لأنها تشوها في طول الرقب الصحابة قضى به الصحابة وبقرة الوحش إذا صد بقرة الوحش فعليه بقرة لأنها تشوها هذا قضى به الصحابة وهل يربوع جفرة فما قضى به الصحابة يعمل به وما لم يقضى به الصحابة يرجع إلى قول عدلي قول يعني يرجع إلى قول عدلي فهو ممنوع من قتل الصيد المحرم ولو خارج الحرم أما الحرم هذا ممنوع المحرم وغيره داخل الحرم هذا ممنوع الصيد لجميع الناس محرم وغير محرم حرم هذا لكن خارج الحرم يجوز أكل الصيد يعني الحمامة عندك الآن داخل الحرم ما يجوز لكن لو رحت التنعيم وانت غير محرم وجاءت حمامة تأخذه ما في مال لأن التنعيم وهم من الحرم خارج الحرم إلا إذا كنت محرم إذا كنت محرم فأنت ممنوع من الصيد حتى ولو خارج الحرم فلا يجوز قتل الصيد وإذا قتل صيدا وقد قضى به الصحابة فعلي جزعه مثل حمامة قضى بالصحابة شات ومثل النعامة قضى بالصحابة بدنة بعير لأن الحمامة تشبه الشات في عب الماء والنعامة تشبه الجمال في طول الرقبة وهكذا وما لم يقض فيه الصحابة ترجع فيه لقول عادلين ثقل يحكم فيه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتل الصيدة وأنتم حرم وما قتلهم منكم متعملا فجزاء مثل ما قتل من النعام يحكم به لو عدل منكم هديا ما نغركبه أو كفارة طعام واساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره يعني قال العلماء إذا صاد مثل الحمامة يقول عليك شات تدبح أو تشتري بثمن الشات طعام وتطعم عن كل مسكين نصف صعب أو تصوم عن كل يوم يوم فإذا كان عليك شات اشتريت مثل شات بخمسمائة قيمة الشات خمسمائة إذا كانت تدبح الشات تشتري شات خمسمائة وتدبحها ولك أن تشتري بقيمة خمسمائة صع أرز أو بر وتعطي كل مسكين الصعب ولك أن تقدر تقدر كم خمسمائة ريال كم اشترابه من العرز مثلا كم صعب خمسين أو أربعين يعني أربعين تكون كل مسكين له نصف صعب يعني يصلوا ثمانين يوم تصوم بدأها تصوم ثمانين يوم عن كل يوم عن كل نصف الساعة أو تدبح الشات أو تشتري برز تصدق به وأنتم الخيام هذا ما قولت لا تقتل السيد وما قتل منكم متعمل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به أو كفارة الطعام والسكين أو عد ذلك الصيامة ليدوقه وما قتل من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك الصيد البري أما الصيد البحري أظاهره فلا فعسفين لقد قلت أحذر لكم الصيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرّب عليكم الصيد البري ما أدمتم خربا نعم والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه كذلك المعاونة المحرم ليس له أن يعين الحلال في قتل الصيد لا يعطيه السلاح ولا يشير عليه ونظر للصيد ما يعينه وإذا قتل إذا صاد شخص صيدا وأعطاه المحرم فهل يأكل منها ولا يأكل في تفسير إن صاده لأجله فلا يأكل منه أو ساعد أو عانه فلا إن أبو قتل رضي الله عنه صاد ثمار وحشيا في عمرة الحديبية أحرم النبي وأحرم الصحابة ومقتل ما أحرم فرأى ثمار وحش ثمار وحش صيد قبل أن يصل إلى مكة ثمار وحش ما وصح فر فركب فرسه وسقط السلاح فقال لا أرى السلاح قالوا ما ننعلك نحن محرمون ما نعينك فنزل وآخذه ثم صاده وجعبه فقال لهم أكلوا قالوا ما نأكل حتى لا أصل لهم فلما أعصروا النبي سأله قال هل منكم أحدا أعانه أو ساعده أو أعطاه أو أعانه في قتله أو صديق قالوا لا قال أكلوا فالمحرم فالمحرم يأكل من الصيد اللي ساده والحلال في هذا الشرم يشطر أنه ما صاد ولا شارك في صيده ولا أعانه وجاء في أبو خير رحم بوّب قال أن في هذه القصة أن الصحابة رأوا الحمار وحش فاجعلوا أضحكون يعني أنه هذا يستطيع أن نصيد لكم من العمد ففطن أبو قتله لضحكهم فرأاه فقال بابو بخير قالوا بابو 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 للي ضحك الحلال وفطن ففطن المحرم هل يؤثر أو لا يؤثر ما يؤثر مدى ما ما أعانوه ولا ساعدوه فلا يؤثر نعم وعقد النكاح والجماع عقد النكاح كذلك المحرم ليس له أن يعقد الأحرام لا هو ولا لغيره يعقد الزواج لا أو لغيره وإذا عقد فالعقد فاسد يعيده بعد أن يتحلل بأحرامه لكن ليس فيه فدية العقد عقد النكاح وليس في فدية نعم وعقد النكاح وعقد النكاح والجماع وخطبة وخطبة الجماع ليس المحرم الجمع وخطبة النكاح يخطب وهو محرم أو يشحد وهو محرم في عقد النكاح ممنوع لكن ليس فيه إذا عقد النكاح فالعقد فاسد وليس عليه جزاء والخطبة كذلك والشهادة ليس عليه جزاء لكن إذا جامع هذا متعبد فاسد فاسد قبل التحلل الأول هذا يفسد الحج أشدها الجماع الجماع أغلض محظورة الحرام وأشدها وأبحشه لجامع المحرم زوجته قبل التحلل الأول التحلل الأول يكون يوم العيد بربي جمرة العقبة وحلق الرأس أو الطاوة السنة إذا جامع قبل ذلك بتحلول يلزمه أربعة أمور الأمر الأول فاسد الحج والأمر الثاني يجرع عليه نكمل الحج الفاسد والأمر الثالث يلزمه بعيد يلزمه بعيد والأمر الرابع يلزمه قضاءه من العام القادم أربعة أمور ولو كان الحج نفلا السلطة دمتي واجبة الآن فنكون الجماع أغلض محظورةهم وأبحشها وأما المباشرة دون الجماع فلا يفسد الحج ويجب عليه الشات وذهب الحميل أنه يجب عليه بدله وما هناك شيء يفسد الحج مثل الجماع الجماع قبل التحل الأول نعم فهذه محظورة الإحرام والذكرى والمحرام تغطية الرأس بالنسبة للذكر تسعة تسعة أشياء تغطية الرأس لبس المخير قص الشعب قص الأضافة الطيب قتل الصين عبد النكاح الجماع المباشرة والمرأة تزيد يحرم عليها نبس تغطية الوجه بالمخير وتغطية اليدين بالمخير القفازين وليس والمرأة تغطي رأسها وتلبس المخير نعم لكنها ممنوعة مثل الرجل من أخذ الشعب وقص الأضافر والطيب ممنوعة قتل الصين وبقية الحضرة الحرام نعم خطبة النساء ومباشرتهن بشهوة نعم خطبة النساء ممنوعة ما يخطب المحرب ولا يشهد في عقد النكاح ولكن لو عقد أو شهد الخطب لا يفسد لا يفسد ويسع لي فدية ولا يفسد النكاح لكن الجماع المباشرة في فدية نعم لحديث لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكحه بنفسه لا يتزوج ولا ينكح ولا يزوج غيره لا يزوج زوج موليته بنته أو أخته لا ينكح هو لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج غيره فليس له أن يزوج بنفسه ولا يزوج بنته وهو محرم انتظر حتى يتحلل من الأحرام ولا يشهد يكون أحد الشهدين وهو محرم ولا يخطب امرأه وهو محرم ممنوع حتى يتحلم الإحرام رواه مسلم وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه نعم هذا بس خلاف إذا غطى المحرم رأسه ذكر غطى رأسه أو لبس بخيطا أو أخذ شيئا من شعره أو أخذ شيئا من أطفاله أو تطيب خمسة الشيئ إذا فعلها جاهلا أو ناسيا فلا شعره نقول لها ربنا لا تأخذها النسينا أو أخطر وإذا فعل واحد منها متعمدا فعليه الفدية ما هي الفدية؟ فدية الأدعي أخير بين أمور ثلاثة اختار واحد من أمور ثلاثة ألسل عليه إما أنه بحشات في مكة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين كيلو نص من قوة البلد أو يصوم ثلاثة ألسل عليه والإطعام والذب في مكة والصيام في أي مكان هذا يخير هذا إذا كان متعمل وذهب بعض الحنابي لأنه تفريق بنا قالوا ما فيه ثلاث فيه فدية مثل قصر الضفان هذا فيه ثلاث خلق الشر فيه ثلاث قالوا يجب عليه الفدية ولو ناسي ولو كان جاه ما يعلم أما الذي ما فيه شيء تمثل لبس المخير طغطة الرأس هذا ليس فيه شيء قالوا لك نصف والصاب أنه لا فرق بنا الخمسة واحد من الخمسة إذا فعلوا واحد مننا ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلعشي عليه نعم قالوا وإن لبس قالوا تعالى ربنا لا تؤخذنا النسينا أو أخطانا قال الله قد فعلته أما إذا فعلوا واحدا متعملا فعل الفدية كما سبقنا قالوا وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه نعم وأزال ذلك متى ذكر أو علم نعم وهكذا من حلق رأسه نعم أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه هذا المقص عليه هذا الممنوع عند الحنبي وجمع نعم أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح نعم على الصحيح قالوا بأن الحنبي لا عليه عليه الفدية نعم ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرما ذكرا كان وأنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك نعم هذا صيد الحرم يحرم على المحرم وغير المحرم كل أحد ما كان داخل حد الحرم لا يجوز صيد داخل الحرم حرم له حرمة فلا يصاد الصيد في داخل حد الحرم لا للذكر ولا للأنثى ولا للمحرم ولا لغير المحرم ممنوع داخل الحرم وكذلك حرم حرم المدينة ممنوع من الصيد وكذلك حرم مكي قطع الشجر الأخضر قطع الشجر الأخضر ممنوع أما ما عمبته الآدميون الشجر اللي غرسه الآدميون فلا باس لكن ما نبت بالبطر من الشجر الأخضر لا يجز قطعه في الحرم نعم ويحرم تنفيره من مكانه يعني الصيد ما تنفر الصيد الحمام تنجس مكانه نعم ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها نعم هذا من خصائص الحرم يحرم قطع الشجر الأخضر ونباته وكذلك اللقطة الشيء الضائع ما تأخذه إلا تعرفها مددها ولا تركها في مكانها لكن اللقطة في غير الحرم تعرفها سنة تضغط أصافها فإن جاء صاحبه أو الله فهي لك نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها لا يعضد يعني لا يقطع شجرها نعم لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها نعم يختلى خلاها يعني لا يحش وحشش والأخضر لا يحش حشش والأخضر أما ما استنبته الأدميون وغرسوه فلا بأس نعم ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد نعم الساقطة الضائعة نعم متفق عليه والمنشد هو المعرف نعم لكن هنا يوجد في الحرم يعني مكتب يوطع يقبلون الشيء الضائع سلم لهم نعم متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو الحشيش الرطب نعم ومين ومزدلفة نعم من الحرم من الحشش اليابس نبعس الشيابس وكذلك الشوك الذي يزال وكذلك ما استنبته الأدميون والحرم معروف الحرم له حدود ومن الحرم ميناء ومزدلفة ميناء ومزدلفة تحرم الحرم أما عرفة فلست من الحرم فيجوز في عرفة قطع الشجر نبعس لأنه لست من الحرم ولا يجوز في ميناء ولا مزدلفة لأنه من الحرم نعم ومناء مزدلفة من الحرم أما عرفة فمن الحل نعم فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم أحرم في يوم الخمس والعشرين من القعدة على اللبل ولا وصل إلا في اليوم الرابع من الحجة تسعة أيام يحتاج أن يغتسل في مكة لكن الآن ساعة واحدة قلب ساعة على السيارة يحرم من السيل أو يحرم من المدينة يعني ساعات ثم يصل ولكن مع ذلك باع السنة باقية إذا أحب أن يغتس قبل دخول مكة فهو مستحب وليس بواجب وإذا اكتفى بغسله الإحرام فهواجب نعقف على هذا نعم بارك الله فيكم شيخنا ونفع بعلمكم يقول السائل إذا نام المحرم وغطى رأسه نعم فهل عليه شيء؟ إذا نام المحرم وغطى رأسه وهو لا يعلم فإنه متى ما استيقظ أزاله وكذلك لو غطى رأسه ناسيا فمتى تذكر يزيله ولا شيء عليه ليقول الله تعالى ربنا لا تواخذنا نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت إنما الممنوع المتعبد في الغطى رأسه متعبد أو النائم غير متعبد ما يشعر فإذا انتبه عالم يزيد في الحال نعم يقول السائل إذا قتل غير المحرم حمامة بالسيارة خطأا فهل عليه شيء؟ وكان في الحرم نعم هذا محلظ من بعض المعامة يرى أنه ولو كان أنه لا يعلم في الخطأ فإذا فدى بشات بدأ بشات فحسن لأنه عليه أن يلاحظ عليه أن ينتبه ولا يتساهل نعم يقول السائل هل ينعقد إحرام من أحرم قبل أشهر الحج؟ إذا أحرم من حج قبل أشهر الحج فلا ينعقد الحج وإنما يكون عمره يكون عمره لو أحرم من حج في رمضان ما يكون حج ما يكون حج كل عمره ويكون الأحرام من حج بعد دخول أشهر الحج في واحد شوال نعم يقول السائل ما هي صفة القران؟ يقول لله تعالى الحج أشهر معلومات وفي رمضان لما حد الله الحج أشهر دل على أنه لا يجد الإحرام قبل هذه الأشهر نعم يقول السائل ما هي صفة القران؟ القران هو أن نلبي بالعمرة الحج معنا يقول لبيك عمره حج أو اللهم لبيك عمره حج أو وجبت عمره حج هذا القران وحين إذن تكون العمره داخل في الحج يقول لبيك عمره حج نعم القيامة والقارن ليس عليه لا طوفه راح للحج والعمره وسعر راح للحج والعمره بخلاف المتمتع فإن العمره متمتع منفصلة عن الحج يطوف للعمره ويسعى للعمره ويتحلن ثم يلبس ثيابة وإذ جاء لم الثامن يحلم بالحج ويطوف ويسعى للحج يوم العيد فالحج له طوفه سعي ولو لا طوفه سعي أما القارن طوفه راح سعي واحد من تداخل هذا يقول دخلت العمره المجلة ومن قيامة نعم هذا هو الصواب وذهب الأحناف إلى أن القارن له طوفين وسعي كالمتمتع ذهب إلى هذا أبو حنيف واصحبه والصواب مع له الجمهور لما جاء في حج العاش أن الذين أحرموا بالحج وذين لم يطفوا إلا طوفه الواحد نعم يقول السائل هل يجوز للمحرم الاغتسال بصابون ليس فيه رائحة نعم لا بأس إذا كان صابون لسه في طيب فلا بأس يقول السائل ما حكم من وضع قفلا أو مساكا لشد ردائه الرداء ما ينبغ الرداء ما في حاجة يجعل أزارين أو مسابك لا إنما هذا الإزار شد الرداء أو شد الرداء الرداء مملو الرداء لا حاجة لكن الإزار بحاجة لأنه شده لأجل العورة وكذلك أيضا لو شده بمحزة هميان يضع فيه نقوده وحاجاته فلا بأس نعم نعم من وضع نعم الأولى الأولى على العضاء لأنه قد في بعض لما يوجب عليه شيء لأنه يعتبر هذا من جس من جس البخير فلا حاجة إلى أن نضع سببك على الرداء نعم يقول السائل هل الصلاة في أي مسجد بجوار الحرم مثل هاك الصلاة في المسجد الحرام قال بهذا بعض العلماء قال أن الصلاة في أي بقعة داخل العلماء تضعف بمئة ألف الصلاة واخترى هذا جمع من أهل العلم فالرامة مقيم اخترى سباحة شيخنا عبد العزيز رحمه الله وكان يصلي في العزيزية ويرى أن الصلاة تضعف وذهب بعض العلماء إلى أن التضعيف خاص بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة الصلاة الأول أن مضاعفة الساطح عامة لأصلى في ميناء أو مجدلفة أو في أي مكان داخل حول الحرام فالصلاة ضاعف لكن المسجد الحرام له ميزتان ميزتان مزيتان لا تجدان في غيره أحدهما القرب من الكعبة والثاني كثرة الجم فالثاني ميزتان لا تجدهما في غيره وكلما كثرة جمع زاد زاد فضل الصلاة زاد العجر والثوار كثرة الجمع وقوم كعبة لكن لو صلت في المسجد مسجد مكة تضعف الصلاة بمئة ألف الصلاة على الصحي عند المحققين في المسجد فيه خلاف وبعض العلماء لا يرى التضعيف إلا في المسجد الحرام الذي حول الكعبة أما المسجد النبوي فالصلاة فيه بمئة المسجد خاص بالمسجد وأما بقية مساجد المدينة فلا تضاعف في الصلاة قولا واحدا فالتضعيف المسجد النبوي خاص بالمسجد والتوسعة مهما وسع الزيادة لا حكم نزيد تابع المسجد نعم يقول السائل ما حكم من وضع الكمامات على وجهه وهو محرم لا ينبغي الكمامات لعند الحاج لأنه لأن الوجه ينبغي كشفه كما ورد في الحديث النبي صنقال الذي سقط عندها بثي لا تخمر وجهه وجع رأسه ولا وجهه فضع عندها الكمامات هذا تخمير للوجه لكن لو شيء يسير بغد الحاجة يعني لا يستر إلا قد الحاجة فأرجو أن لا يكون حظ يعني إن أحتاج أن يضع شيء قليل لكنه لا يتحمل نعم يقول السائل ما يكون يعني الكمام يستغرق أكثر الوجه يكون بغد الحاجة نعم يقول السائل بارك الله فيكم هل للمرأة أن تلبس 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 حليها وهي محرمة وما حكم من أحرم عليه قميص نعم المرأة لها أن تحرم عليها الحلي بشرط أن تسترع عن الرجال الرجال إذا سترت فلا بأس أما إذا كرت سترع سترة فإجب على أن تخلع لكن لو سترت فلا حرط وما حكم وما حكم ما أحرم عليه قميص يجب يزيل القميص في الحال إذا أحرم على القميص يخلع القميص فلا بس لزار وعندها ولا شيء عليه أو أحرم عليه سروان يخلع السروان نعم فإن تساهل بعد العلم ولم يخلع ويجب تعليل الفدية إذا خلع في الحال بعله وإن تأخر مع القدرة معناه لابسه مختار فعليل الفدية نعم أحسن الله إليكم ما حكم من جاوز الميقات وهو غير مريد للنسك فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات إذا أراد النسك بعد ذلك هذه المسافة خلاف ذهب الحلاف إلى وجماعة إلى أن كل داخل مكة يجب عليها أن يحرم بالعمرة قالوا هذا خصائص مكة كل أحد يجب عليها أن يحرم ما يدخل مكة إلا يحرم ولو جاء للتجارة أو جاء للطلب العلم أو للزيارة والقول الثاني أنه لا يجب إلا على من أراد الحج أو لله وأما من يريد فلا بأس إذا دخل للتجارة أو لإزيارة أو لطلب العلم فلا يجب والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقث المواقف قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلين ممن أراد الحجة والعمرة فمفهوم أن من لبلد الحجة والعمرة فلا يجب عليهم الحرم ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح غير محرم وعليه عمامة السوداء على رأس المغفر لأنه دخل هالفتح وإزالة الشرك ولم يدخلها للإحرام ما قصد للإحرام فدل على أنه لا بأس بدخل مكة لغير الإحرام ولا يجب عليه أما إذا أراد الحجة والعمرة وتجاوز المقات يجب عليه أن يرجع المقات ويحلم المقات فإن رجع وأحرم فلا شيء وإن تجاوز المقات وأحرم فعليه عليه دم عند أهل الشات وإذن يذبحها وإذا كان متعمد عليه التوبة والاستغفار والندم أيضا مع ذلك وإن كان جاهل أو ناسي وغير متعمد عليه الفدية ولا إثبع عليه نعم أحسن الله إليكم يقول السائل قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ما معنى متاعا أي شيء متاع أي شيء يتمتع به عام أي شيء يسعى المرأة كل ما يحتاجه الإسانة ثياب أو متاع أو طعام أو أي شيء إذا سألها يكون إش من وراء من وراء حجاب حائل والحجاب ما يحتبرها المرأة من وراء جدار أو باب أو ستارة أو غطاء على الوجه حجاب نعم بارك الله فيك هذا قال السبحانه ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهم فالحجاب أطهروا لقلوب الرجال وقلوب النساء نعم أحسن الله إليكم يقول السائل قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فما حكم من حلق لحيته عصى ربه حقا لحية ما يجوز لا في الهراب ولا في غيره عليه التوبة والاستغفار والندر وعدم العود لذلك مرة الأخرى نعم بارك الله فيكم يقول السائل امرأة حاضت ولم تطف ولم تستطع القضاء لكونها جاءت مع مجموعة فماذا تفعل امرأة لا حرابت حاضت ولم تطف ولم تستطع القضاء لكونها جاءت مع مجموعة يجب عليها يجب عليها أن تجلس حتى تطهر وتطوف من الذي أعزمها بالإحرام إذا كانت لا تريد لا تستطع لا تحرم مدام أحرمت نزمها يزمها أن تجلس فإن رجعت فيبقى على إحرامها يرجع بها وليها إن خرجت من مكة ولم تطف عليها ترجع ورجع بها وليها حتى تطف فتسعى وتقص لا تجل محرمة ولو جلست سنة على إحرامها ممنوع من محضرة الإحرام نعم فضيرة الشيخ رجل لاعب زوجته في نهار رمضان حتى أنزل فماذا عليه فسد صومه وعليه التوبة والسغفار والندم توبة إلى الله من فساد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم وليس عليه كفارة الكفارة خاصة بالجبع لكن هنا فسد الحج لأن هذا من الشهوة التي يدعوها الصائم يقول الله تعالى في الحديث القدسي بالصائم يدعو شهوته وشرابه من أجلي شهوته وطعامه وشرابه هذه من الشهوة التي يدعوها المحر عليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم وكذلك المرأة إذا كانت أنزلت كذلك فسد صومه وعليها قضاء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يحج أو يعتمر بنية واحدة عن مجموعة أشخاص فيقول لبيك اللهم حجا أو عمرة عن فلان وفلان وفلان الحج عن واحد والعمر عن واحد ما يأكل الحج عن أشخاص الحج عن واحد لما جاء في الحديث النبي سمع شخصا يقول لبيك عن شبرمة قال ما عن شبرمة قال أخلي أو قريب لي قال حجة عن نفسك قال لا قال حجة عن نفسك ثم حجة عن شبرمة الحج تكون عن واحد والعمر عن واحد ما تعتبر عن الثنين في وقت واحد وتحج عن الثنين في وقت واحد نعم كل واحدة وحجة مستقلة وعمره مستقلة نعم يقول السائل ما معنى مرجئة الفقهاء مرجئة الفقهاء هم الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان وهم أبو حنيفة وصحة ويقول الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان الإيمان يقول هو التصديق بالقلب قام بالأعمال نرجعها نأخرها فليست مع الإيمان لكنها مطلوبة الصلاة والسيام والزكاة ما نسميها إيمان ما نسميها بره ودى وتقوى والجمهور ما نسميها إيمان وبره ودى وتقوى وهناك مرجئة غير مرجئة الفقهاء مرجئة الجهمية يقول أما غير مطلوبة هؤلاء مبتدعة وكذلك المعتزلة وغيرهم الذين يقولوا الإيمان هو مجرد المعرفة الجهمية والكرم يقول الإيمان هو النطق مجرد النطق والأعمال لست من الإيمان ولا قول اللسان أما مجردوا قال يقول الإيمان شيئا النطق باللسان والتصديق بالقلب وأما الأعمال مطلوبة لكن يستمنى الإيمان يؤخرون سموا مرجعها لأتمنى نرجعها التأخير نعم اللغة وما أنت بممني لنا في قصنا عيد مصدق قال الإيمان معناه في اللغة تصديق نعم يقول السائل إذا حج أحد عن آخر نعم إذا حج أحد عن آخر فهل يكتب له أيضا هذا الأجر الأجر للحج إذا حج عن شخص فأجر الحج للمحجوج عنه وأما الحج فلو أجر آخر وهو أجر المعونة والسبع نعم يقول السائل هل الجراد من الصيد ها هل الجراد من الصيد نعم الجراد صيد صيد بردي فلا يصيد المحلم وإذا صادث في فعلي الفدية نعم صيد بردي نعم يقول نعم جراد الفدية ما كان ذكر القيمة نعم تقدر قيمة نعم يقول السائل هل الحج المفرد له سعي نعم ما في حج طوف سعي طوف السعي هذا يجب الحج له طوف سعي المفرد والقارن له طوف سعي للحج والعبرة والمتمتع له طوف وسعي للعبرة وطوف وسعي للحج نعم السؤال سؤال نعم نعم تأخر الكرسي شوي أخر شوي أخر الكرسي شوي تأخر شوي تأخر شوي أخر كرسي شوي نعم 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 هذا قول أهل السنة يزد يقول يزد وينقص هذا قول أهل السنة هو الصوب نعم الفقر المرجع يقول ما يزد ولا يقص نعم تغطية الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس فلا يغطيهما المحرم نعم لا يغطي الرأس ولا الأذنان الأذنان من الرأس نعم نعم قول السائل عن ابن عباس رضي الله عنهم قال الميزان له لسان هل هذا الأثر صحيح نعم صحيح الميزان الذي توزن بالعمل لأنه له كفتان ولسان والكفة أعظم من أطلاق السماوات والأرض توزن ويزن فيها لأعباد كما القيامة وتوزن الأشخاص جاء في الحديث وهو أرجع عمل للمؤمن أنه يؤتى برجل يوم القيامة يقول بناد الله فيخرج له تسعة ونتسون سجلا كل سجل مدى المصر سيئات تسعة وتسعين سجل والسجل مدى المصر نهاية المصر وتوضع في كفة ثم يقول يقول الله هل لك حسنات هل تذكر حسنات هل تنكر هذا السيئات فنقول يا ربي ما أنكر هذه عملتها هل لك من حسنا فلا يذكر فيقول الله إنك لا تظن بل لنا إنك حسنا فتخرج له بطاقة فيه أشهد أن لا إلا الله واشهد أن محمد رسول الله فتوضع في كفة فثقلت البطاقة وطافت تسجلات فغفر الله له هذا أرجع حديث يارثم قال العلماء إن هذه الشهادة قالها عن توبة عن توبة أو قالها عند الموت وأتاب فأتاب فمحت السيئات قالها عن توبة أو قالها عن إيمان وإخلاص وصدق ولمهم على سيئات وإلا كل كل إنسان له هذه الشهادة كل مسلم عنده أشهد أن الله وبعضهم يخفوا يدخلوا النار تذكر السيئات ويدخلوا النار وليس كذلك بعض العصات يدخلوا النار ورغوا لهم وهم يشهدوا أن الله ونمحون رسول الله لكن أضعف هذه الشهادة بالسيئة ضعفت حتى رجحت عن السيئة وهذا الرجل ثقلت هذه البطرة لما قام في قلبه من حقائق الإيمان قال إيمان وإخلاص وصدق هذا فيه دليل على أن الميزان له كفتان وله لسان ترجمة نانسي قنقر